قبل الاجتماع الأخير أبلغهم أما الصوتون على الموازنة أو أنا أخرج إلى الشعب العلاقة يقولهم يا ناس ترجى معهم أخريها وهذا سبب تعطيل فلذلك صارت مواجهة في هذا الأمر شوف يعني كل الكتل غالبية الكتل السياسية حقيقة تتحجج بأن الموازنة الشيء المعيفية وسبب تأخيرها هو لمدة ثلاثة سنوات وحقيقة يخشون من هذه الثلاثة السنوات طبعا هذه الحجج المعلنة وليس الحقيقية هذه ثلاثة سنوات بأنه ممكن النفط ينزل أو يصعد وبالتالي سوف لا تكون هناك أرقام محددة في هذه الموازنة وأيضا لا نستطيع أن نكمل السنة التي تل الأولى فهو مسألة طبيعية كما تعرفون أن الموازنة هو قانون والقانون ممكن أن يعدل في أي مرحلة فبالتالي إذا النفط صعد فهذا شيء جيد الموازنة هو تتحول من عجز فيها إلى فاق وإذا لم أو نزل ممكن أن نعدلها فهذه حجة أنا أقول لك بصراحة بعض الكتل السياسية يعني فرضت على شيد رئيس الوزراء بأنه تعطي بعض الأموال إلى محافظات معينة بذاتها كون هؤلاء ساد المحافظين هم يتبعون كتلهم وحزبهم ولذلك إذا دقيقة هذه الموازنة بمجموعها لثلاث سنوات أقل موازنة هي بها مخصص للمحافظات لتنمية الأقاليم كلها حقيقة تكون بإشراف الحكومة المركزية لأنه سيد رئيس الوزراء حقيقة اشتغل محافظ واشتغل نائب واشتغل وزير واشتغل الأمر رئيس الوزراء ويعرف أن مجالس المحافظات أو المحافظين حقيقة بها فساد كبير وحقيقة لم تنجز المشاريع إذا قورنت بالأموال التي خصصت لها لذلك السيد رئيس الوزراء رفض والتأخير هو من أجل الابتزاز تأخير قرار الموازنة من أجل ابتزاز رئيس الوزراء وأنا أقولها حقيقة السيد رئيس الوزراء أبلغ البعض أنني لا أبتز وبالتالي سوف لا أساوم على هذه الموازنة الموازنة أرسلتها لكم فبالتالي أما تقروها أو تعدلوها وفقا لما ترون لكن أن تفروا علي لهذا أو ذاك أضف إلى ذلك أنه بعض كما تعرف أيضا بعض السادة الوزراء تابعين كتر أيضا التخصيصات من هذه الوزارة ولذلك إذا تبحث تشوف اليوم بعض اللجنة المالية حقيقة أرسلوا إلى بعض السادة الوزراء لاستطافتهم والسؤال حول كيفية تصرف الأموال ولماذا هذه الحاجة تعرف يعني اليوم الوزير عند أيضا برنامج أعطال لمجلس الوزراء أنا باعتقادي وأيضا هناك طبعا ابتزاجات سياسية أخرى يعني مثلا اليوم أنا أقدم لقائمة بالترشيحات لمدراء عامين لوكلاء لرئيس هيئات حتى أوقف منها كذا الموقف أنا أعتقد يعني السيد الرئيس الوزراء حقيقة عطلت مشاريع كثيرة له وهذا التعطيل من المتضرر به والشعب العراقي لكن لم يبتز أو عفل لم يقبل بالابتزاج ولم يساوم على هذا الأمر وأنا أقول لها قبل الاجتماع الأخير أبلغهم أما الصوتون على الموازنة أو أنا أخرج إلى الشعب العراقي أقول لهم يا ناس ترجم مع مأخريها وهذا سبب تعطيل فلذلك صارت مواجهة في هذا الأمر